مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول المراجعة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجر فيسبوك الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت 1 راوندا اليونت الأول المراجعة راح تلاحظون عزائي الطلاب أن هذا الدرس من كل يونت مخصص لمراجعة المواضيع القواعدية والمواضيع اللي أخذناها خلال اليونت الأول كاملا يعني مثلا اليونت الأول الدرس الثامن وراه يجي درس مراجعة أنه اليونت الثاني الدرس الثامن وراه يجي درس مراجعة هذا الدرس المراجعة مخصص لمراجعة كل المواضيع نتعرف على كل المواضيع اللي أخذناها باليونت وينطيني بعض التمارين المهمة اللي ممكن تجيني بالامتحان التحريري بالسؤال المخصص إلها بالموضوع المخصص إلها يعني كل موضوع منطيني على تمرين ممكن يفيدني بالامتحان التحريري فهو بالبداية شي يقول لي يقول لي now you can do these things الآن يمكنك عمل هذه الأشياء يعني من خلال اليونت الأول كله أنت تعلمت مجموعة من الأشياء شين هاي الأشياء أولا Talk about holidays التحدث عن العطل مثلا تقول I went swimming ذهبت للسباحة I stayed at home بقيت في البيت إلى آخره هذا الزمن الماضي البسيط الذي تحدثنا عنه Talk about spare time activities التحدث عن الهوايات أو النشاطات التي تعملها بوقت فراغك I enjoy collecting stamps أنا أستمتع بجمع الطوابع My sister likes finding out about other countries أختي تحب الاكتشاف عن البلدان الأخرى إلى آخره Ask and talk about how often do you do things السؤال والجواب عن كم مرة قمت بعمل الأشياء السؤال وهو often والإجابة عنا بظروف التكرار أخذناها بدروس سابقة Ask and talk about how often do you do things التحدث عن الأشياء التي قمت بفعلها And you can وكذلك تعلمت على Make notes of things you hear كتابة ملاحظات عن الأشياء تسمعها يعني التمارين السماعية Talk about hobbies التحدث عن الهوايات إلى آخره إذن لحد الآن مجرد كتاب الطالب بدأ يذكرنا بالمواضيع اللي أخذناها خلال الوحدة الأولى ننتقل إلى كتاب النشاط يقول لي أملأ الحروف الناقصة لعمل صفات هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري هذن الكلمات للحفظ إملاءا يجب حفظ إملاء هاي الكلمات تجيين مثل ما هي بالامتحان التحريري بسؤال الملاء على شكل حروف ناقصة فببداية يقول لي هاي الكلمة بيها حرفة ناقص من يذكرها أخذناها بالدرس الأول كلمة lovely الحروف الناقصة هي الأو والإي تصبح lovely معناها محبوب ثانيا delicious شنو الحروف الناقصة الحرف الأول هو الإي والحرف الثاني هو الإي delicious الثالثة terrible شنو الحروف الناقصة الدبل آر terrible معناها فضيع اللي بعدها fantastic مذهل الحروف الناقصة هي حرف الإي وكذلك حرف الإي ومن ثم حرف الإي fantastic boring ممل فقط حرف واحد ناقص اللي هو حرف الإر horrible فضيع الحروف الناقصة هي الإر أو الدبل آر horrible معناها فضيع هي مثل ما وضحنا أن هذه الكلمات يجب حفظ إملائها لأن تجيني بسؤال الإملاء مثل ما أنها على شكل حروف ناقصة وراها يقول لي تمرين رقم 2 write four sentences using adjectives from the exercise one اكتب أربع جمل باستخدام صفات من التمرين رقم واحد then read your sentences to your partner ثم اقرأ هذه الجمل لزميلك كمثال استخدم أي صفة من الصفات اللي موجودة بتمرين أي أو تمرين رقم واحد ولنفترض مثلا هاي الصفة delicious لذيذ ش تقول طينفة الجملة بها كلمة delicious ش أقول أقول مثلا على سبيل المثال I ate أنا أكلت a delicious cake أنا أكلت كيكة لذيذة أصفح الجملة دخلت الصفة اللي هي delicious بالجملة مثل ما طلب من عندي بعد ناخذ مثال ثاني أقول مثلا نستخدم كلمة boring the film the film is boring the film ممل كذلك استخدمت الصفة اللي طلبها من عندي وسوى الجملة وهكذا مع البقية كمثال the horse الحصان is a lovely animal الحصان هو حيوان محبوب بعد مثال terrible فضيع أقول I saw شاهدت رأيت a terrible accident شاهدت حادثا مريعا حادثا فضيعا يستبدأ البارحة على سبيل المثال مثل ما طلب من عندي سويت أربع جمل باستخدام الصفات من تمرير رقم واحد هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد الاستاذ يقول للطلاب كتبوا لي أربع جمل باستخدام هذه الصفات وراها يختار مجموعة من الطلاب يقرون الجمل اللي سووها على باقة الطلاب ننتقل إلى تمرير رقم ثلاثة أو قبل التمرير رقم ثلاثة منطين ملاحظة يقول لي joining sentences with and but or ربط الجمل باستخدام and but or هذا الموضوع ركزوا معي هذا الموضوع مهم جدا بالامتحان التحريري اللي هو موضوع أدوات الربط شنو هو هذا موضوع أدوات الربط شي يقول لي يقول لي أدوات الربط تربط بين جملتين أو كلمتين ولكل واحدة من هذه الأدوات استخدام ركزوا معي تربط بين جملتين أو كلمتين من جهن وحدة وحدة مثلا ناخذ على سبيل المثال سوها تتحدث اللغة الإنجليزية سوها تتحدث اللغة الإنجليزية وهي تتحدث اللغة الفرنسية أيضا شوف هنا هذي الاند الاند هنا ربطت لي بين شنو ربطت لي بين جملتين هاي جملة فاعل وفاعل وتكملة وهذه جملة ثانية فاعل وفاعل وتكملة إذن قد تربط بين جملتين أو من الممكن أن تربط بين كلمتين مثلا أقول اي لايك فوتبول اند تنس أنا أحب كرة القدم والتنس شوفوا هنا نركز ويايا الاند هذي وينها ربطت لي بين الفوتبول والتنس هالمرة ربطت لي بين الممكن أن تربط بين جملتين أو كلمتين لحد الآن الموضوع سهل بعد الآن نجي هنا واحدة واحدة نعرف كل واحدة شن استخدامها الآن تعني و شن معناها هاي نعرفها وتستخدم للربط بين الجملتين متشابهتين ركزو لي هاي كل شمهمة ركزو لي عليها متشاهبهتين او كلمتين من نفس النوع كلمتين كذلك متشابهتين شن يعني أستاذ متشابهتين أي إذا كانت الجملة الأولى مثبتة فالثانية مثبتة فالجملة الثانية تكون مثبتة أيضا هاي جملة أولى وهاي جملة ثانية إذا الأولى مثبتة خل نرمز للمثبتة علامة الموجب فالثانية كذلك مثبتة وإذا كانت الجملة الأولى منفية فالثانية كذلك راح تكون منفية تربط بين جملتين متشابهتين أستاذ يعني شن مثبتة وشن منفية المنفية اللي رمزنا إلها بالرمز الناقص أو السالب المنفية هي الجملة اللي تحمل نوت المنفية هي الجملة اللي تحمل نوت أما المثبتة اللي ما تحمل نوت وإذا كانت الأولى منفية فكذلك الثانية منفية أيضا كمثال ما افتهمت استاذ شون يعني أقول this desk is too big هذه الطاولة جدا كبيرة and it is very expensive وهي جدا غالية أولا الجملة الأولى استاذ بيها نوت ما بيها نوت إذا ما بيها نوت ش سميناها سميناها مثبتة ش رمزنا إلها رمزنا إلها بالعلامة أو بعلامة الموجب الجملة الثانية مثبتة لمنفية استاذ مثبتة شون عرفت ما بيها نوت ش رمزنا المثبتة بالعلامة الموجب إذا كانت الجملتين مثبتات فأربط بيناتهم بالعداد and الطاولة جدا كبيرة وجدا غالية الجملة الثانية the burger was huge البرغر اللي أكلناه أو لفت لهم برغر كانت جدا كبيرة and delicious ولذيذة الجملة الثانية شنو مثبتة والجملة الأولى شنو مثبتة إذن اثنان مثبتات متشابهات أربط بيناتهم بالعدادات بينما البط تعني لكن وتربط بين جملتين مختلفتين شوف هنا هسا مثلا هاي جملة أولى وهاي جملة ثانية إذا الأولى مثبتة الثانية منفية وذا الأولى منفية فالثانية مثبتة يعني واحدة عكس الثانية ونقصد بالجملتين المختلفتين إذا كانت الجملة الأولى منفية فالثانية مثبتة أو الأولى مثبتة فالثانية منفية واحدة عكس اللخ كمثال I like swimming أنا أحب السباحة but I don't like running شوف I like swimming بيها نوت لا أستاذ ما بيها يعني شنو يعني مثبتة أخلي عليها علامة زائد يعني مثبتة الجملة الثانية بيها نوت إيه أستاذ وين النوت الـ don't هي مختصر ما الـ do not يعني بيها نوت يعني منفية أرمز لها بالعلامة السالبة بما أنه مختلفات العلامات أو مختلفات واحدة موجبة وواحدة مسالبة واحدة مثبتة وواحدة منفية وأربط بيناتهم بالعداد but أحمد في التبولمات أحمد شاهد مباراة قرات قدم he didn't like it لم يعجب الجملة الأولى بيها نوت لا أستاذ ما بيها هاي موجبة مثبتة الجملة الثانية بيها نوت إيه نعم استاذ بدمت مختصر ما الـ don't إذن منفية إذن علامة السالبة مثبتة منفية مختلفات تربط بيناتهم بالعداد but بعد الجملة الثالثة أو الأداة الثالثة الـ or وتعني أو وتربط بين كلمتين فقط دعما ما تربط بين جملتين فقط بين كلمتين وتستخدم ركزوا يا أيا تستخدم للتخيير وغالبا ما تأتي مع جمل السؤال هاي جروا عليها خط غالبا أستخدم الـ or مع الجمل الاستفهامية يعني إذا كانت جملة استفهامية أربط بيناتهم بالعداد or كمثال do you like fish or chicken هل تحب السمك أم الدجاج شوف جملة استفهامية ربطت بين chicken والfish تربط بين كلمتين فقط فأقول do you like fish or chicken أولا ربطت بين كلمتين ثانيا علامة استفهام إذن أربط بيناتهم بالعداد or كذلك you can have sweater or trainers يمكنك أن تحظى ب sweater blues or trainers أو حذاء رياضي خيرت بين كلمتين تستخدم للتخيير بعد الآن استاذ ما تأتي بالامتحان تأتيك مثل ما بتمرين رقم 3 هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 في الامتحان التحريري ركزوا معي تمرين قواعد يجبك يا على شكل اختيارات أو من الممكن يجيب لي أحد هذه الجمل ويقول لي كمثال join جوين اللي يقول لي معناها أربط أربط بين الجملتين والاستاذ مخير أما ينطيك الأداة تربط بياناتها مثلا يقول لك هاي الجمل أريدك تربط لبياناتهم باستخدام AND أو هو يقول لك أنت لازم تعرف شلو الأداة الربط المناسبة وهذه أصعب صيغة فنجي نحاول نحل هذا الجمل بدون ما يساعدنا الأستاذ أو بدون ما ينطين الأداة اللي راح نستخدمها نحاول احنا نكتشفها كمثال the cheetah is beautiful cheetah هو الفهد الفهد جميل it is very fast وسريع جدا أولا أن الجملة الأولى بيها نوت لا أستاذ ما بيها نوت معناها موجبة يعني مثبتة والجملة الثانية بيها نوت لا أستاذ ما بيها نوت هذه كذلك مثبتة بما أن الجملتين مثبتات يعني متشابهات أربط بياناتهم بالعدادات and فأقول the cheetah is beautiful زي نستاذ انت قلت أربط بياناتهم بالعداد and ونخلي لعند طبعا طلاب انتم ميحتاج أوضح لكم أنها جملة أولى وهاها جملة الثانية استاذ شون عرفت فصلت بياناتهم بالنقطة النقطة دليل على أن الجملة الأولى انتهت وبدأنا جملة جديدة فهذه المفصل بياناتهم أنا راح أربط بياناتهم فأوخر النقطة وأخلي الأداة الرابط ما هي أداة الرابط أربط بياناتهم بالعداد and زاعدا الجملة الثانية it is very fast أصبحت الجملة مربوطة بأداة الرابط and الفهد حيوان جميل وسريع جدا الجملة الثانية I can play chess شوف طلاب هنا نركزوا هيا جملة أولى وهايا جملة ثانية وهايا جملة ثالثة هالمرة جابلي ثلاث جمل أول شي نجي هنا وحدة وحدة أربط بين هاي الجملة وهاي الجملة وبعدين أربط بين هاي الجملة وهاي الجملة أولا الجملة الأولى مثبتة لما فيها مثبتة ما بيها نوت جملة الثانية مثبتة لما فيها مثبتة ما بيها نوت جملتين من الشابهات أربط بياناتهم بالعداد and فأقول I can play chess أنا أقدر ألعب الشطرنج and أخليها بمكان النقطة I can play netball طلاب ركزوا شوي هنا ويايا من الممكن إذا أكو كلام متكرر أحث هس احنا شغلنا صحيح I can play chess and I can play netball من الممكن أنه أنا إذا أكو كلام متكرر بالجملة الثانية أحث فليش عيد مرة ثانية I can play I can play ف I can play الثانية ما يحتاج أرجع مرة ثانية أكتبها ليش لأن متكررة شوفوا لما رح أمسحها رح أمسح I can play وأخلي نتبول وياها فش رح أصير I can play chess and netball أنا يمكنني أن ألعب الشطرنج وكرة الشبكة ركزوا ويايا صار تأثير بالجملة لا أستاذ ما صار زين أستاذ أخلي الديك ما مشكلة إذا قلت I can play chess and I can play netball يمكنني أن ألعب الشطرنج ويمكنني أن ألعب كرة الشبكة أو I can play chess and netball يمكنني أن ألعب الشطرنج وكرة الشبكة ثانية صحيحة يعني إذا لقيت كلام مكرر بالجملة الثانية لا يحتاج تكتب تقدر تحذف أو تبقي حس ربطت بين الجملة الأولى والثانية الجملة الثانية والثالثة شون رح رح ربط بين الجملة الثانية مثبتة من بس الجملة الثالثة مثبتة من فيها بها not style من فيها شون عرفت بها not can't هي مختصر مال can not إذن مثبتة من فيها ربط بياناتنا بها أداة بالbut فأقول but لكن I can't play volleyball لكنني لا يمكنني أن ألعب كرة الطائرة أصبحت الجملة أو التلت جملة ربطت هن وحدة بال باستخدام البط يمكنني أن ألعب الشطرنج وكرة الشبكة لكنني لا يمكنني أن ألعب كرة الطائرة هذا التمرين مهم جدا ركزوا لي عليه وحاول تكتبون أجوبته وتحفظوهن النقطة الثالثة elephants live in Africa الفيالة تعيش في أفريقيا elephants live in India الفيالة تعيش في الهند elephants don't live in Iraq الفيالة لا تعيش في العراق أجي نفس الطريقة الجملة الأولى لحد النقطة مثبتة لها من فيها مثبتة ما بيها نوت الجملة الثانية مثبتة لها من فيها مثبتة ما بيها نوت العلامتين مش شابهات أربط بياناتين بياعدات بالعدات عند فش أقول أقول elephants live in Africa الفيالة تعيش في أفريقيا شوف شوف طلاب elephants live in ذنب المتكررات elephants live in elephants live in مرة ثانية متكررات يحتاج أكتبهم لا أستاذ ما يحتاج أكتبهم إذن إذن شرح أكتب رح أكتب and وما يحتاج أكتب الكلام المكرر فقط أقول india ما صار معنى الجملة الفيالة تعيش في أفريقيا والهند أو أقدر أقول الفيالة تعيش في أفريقيا والفيالة تعيش في الهند الإجابة تين صحيحات قواعديا الإجابة تين صحيحات لكن ما يحتاج نحن نعيد بالكلام المكرر هسا ربطت بين الجملة الأولى والثانية زين أستاذ والثالثة باوعولها بيها نوت نعم أستاذ بيها نوت من في وحدة مثبتة وحدة من فيها فبما أنه مختلفات أربط بيناتنا بياعدات بالبط فأخلي البط وأنزل الجملة الثالثة elephants don't live in إراك صار معنى الجملة الفيالة تعيش في أفريقيا والهند لكن الفيالة لا تعيش في العراق تقدر تشيل الفيالة وتخلي بمقالها ذي أنت بكيفك مخيرة ما تريد تخليها أو ما تريد تخليها الجملة الرابعة يقول لي do you want fish for dinner do you want meat for dinner لكن هالمرة شنو أكو علامة السؤال بما أنه أكو علامة السؤال يعني جملة استفهامية يعني أربط بينات بالعداد or فأخلي شوف ركزوا إياه do you want do you want اثنينات المكررات أحذف الثانية فأقول له do you want ركزوا إياه fish for dinner ركزوا إياه خليت الجملة الأولى أخلي or والجملة الثانية meet for dinner هم تكرر أستاذ يحتاج أكررها لا هم أنا ما يحتاج أكررها وتخلي علامة السؤال هل تريد السمك للعشاء أم اللحم تقدر تحلها بطريقة ثانية أقدر أقول do you want fish or meat for dinner هل تريد السمك أو اللحم للعشاء كل تالي جابتهم صحيحات أما النقطة الخامسة والأخيرة my friend went to London صديقي ذهب إلى لندن he went to Paris ذهب إلى باريس شوف ركزوا إياه الجملة الأولى مثبتة لمن فيه الجملة الأولى مثبتة ما بها not والجملة الأولى والجملة الثانية مثبتة ما بها not أربط معناتهم بالأداة and فأقول فصديقي ذهب إلى لندن و باريس زين والجملة الثالثة من فيه بما أنه من فيه وهذه مثبتة مختلفات أربط بيناتهم بياعدات but but he didn't go لكنه لم يذهب to new york لكنه لم يذهب إلى مدينة نيويورك أصبحت الجملة مربوطة باستخدام الآن والbut مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري نحن ماخذين موضوع الاندول but بالسادس الابتدائي لكن هالمرة أخذنا نفس الموضوع لكن بتفاصيل أكثر حاولوا تكتبون هاي الحلول بالدفتر وتكتبون ملاحظاتها لأنها مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي مراجعة شاملة لليونت الأول أخذنا بي بعض التمارين المهمة أخذنا موضوع جديد اللي هي أدوات الربط الاندول but والأور اللي ماخذي أصلا بسادس الابتدائي لكن أخذناها بتفاصيل أكثر حاولوا تكتبون هاي ملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا وتفيدكم بامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو السبسار أو وظافة تقدرون تتواصلون مع الحسابات الموجودة مع الشاشة